الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونزيرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد لعل من الوفاء أن نقدم كلمات تحية إلى الإخوة الشهداء إلى الإخوة الأحباب الذين بزلوا أغلى ما عندهم ليحموا أمتهم المنكوبة يقدم هذه الكلمات ليسيرة إلى الإخوة الأربعة الذين رفعوا رأسنا عاليا وشرفونا بما فعلوه إلى الأخ أب نضال الذي جاء ليودعني فقال لعلي لا أعود بعدها وإلى الأخ أبي أحمد وكلاهما من آل صبح جزاكم الله خيرا يا آل صبح وإلى الأخ أبي عبد الله القاضي جزاكم الله خيرا يا إخوتنا آل القاضي وإلى الأخ أحمد عمر خالد جزاكم الله يا بني خالد لعل كلمات تناسب المقام بأن أهديها إليهم بأن أهديها إليهم الأربعة قائلا لهم لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى يراق على جوانبه الدم قائلا لهم يا شهيدا رفع الحق به جبهة الحق على طول المدى ما نسينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى سوف تبقى في الحنايا على من هاديا للركب رمزا للفداء إنها لتجارة رابحة تجارة لن تبور وأنها لصفقة عظيمة وأنه لسواب جزيل وأنها لحياة مؤبدة لكنها من طرف واحد بثمن قليل الطرف الواحد هو الله الذي اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إنهم الذين قال الله عنهم في سورة الأحزاب من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا إنهم سمعوا وأصغوا إلى قوله تعالى أصغوا جيدا فاستجابوا لقوله تعالى في سورة الأنفال مخاطبا إياهم وإيانا قائلا مولانا في سورة الأنفال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم نعم لما يحييكم إن الدار الآخرة لهي الحيوان إن الشهيد لا يموت إن الله دعانا في هذه الآية لنكون أحياء لا تظنن أن الذي استجاب لهذه الآية هو مويت خطأ إن الله عز وجل حينما خاطبنا قائلا في هذه الآية في سورة الأنفال هو يدعونا دعوة عامة يا أيها الذين آمنوا أصغي الكلام جيدا لما يخاطبك به الله ماذا قال استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم إنها لحياة أبدية لا موت فيها هذا معنى الآية فالآية تتكلم عن الحياة التي قال الله عنها في سورة عنكبوت وإن الدار الآخرة لهي الحيوان أي إنها الحياة الحقيقية هؤلاء الإخوة أيها الإخوة هؤلاء الذين اختاروا هذا الطريق طريق بصحبة الأنبياء والصديقين أولئك الذين مع الأنبياء والصديقين والشهداء أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا نعمة الرفقة ونعمة المنعم ونعمة العلاوة هؤلاء أيها الإخوة كان ينبغي لكثيرا من الناس أن يقفوا عند قوله تعالى من أسف على شهادة إنسان مؤمن لا تأسف عليه لا فأسف على نفسك لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكيد والغيظة لأولئك الذين قال الله عنهم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخل الجنة ولما يعلم الله الذين جاهد منكم ويعلم الصابرين نعم أيها الإخوة إن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه النخبة الذين اصطفاهم واختارهم واجتباهم واتخذهم ويتخذ منكم شهداء إنه لفضل عظيم أيها الإخوة لما أصيب يقول ابن عباس لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله سبحانه وتعالى أرواحهم في أجواف طير خضر معلقة بقناديل في العرش من زهب لكن لما رأوا من الخير والإنعام من الله سبحانه وتعالى يأكلون ويشربون ويسرحون ويمرحون قالوا من يبلغ عنا إخواننا لما أكرمنا الله به فقال الله لهم أنا أبلغكم أنا أبلغهم عنكم فأنزل قوله تعالى يبلغنا عن هذه النعمة الكبرى والعظمى لأولئك الذين أكرمه الله بالشهادة فقال لنا مبلغا عنهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يحقوا بهم من خلفهم ألا خوفون عليهم لهم يحزنون يروي جابر ابن عبد الله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه والمتفق عليه أعلى مرتبة من البخاري ومسلم هو البخاري ومسلم إلا أن الصحابية واحد ماذا قال؟ قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت يعني أرأيت أخبرني قال أنت في الجنة متفق عليه ودعا سيدنا رسول الله جابر ابن عبد الله فقال يا جابر إن الله أحياء أباك وأبوه هو رئيس الرمات في غزوة أحد اسمه عبد الله بن حرام فقال إن الله أحياء أباك ودعاه وقال يا جابر يا عبد الله اسمه عبد الله بن حرام تمنى علي قال أتمنى أن تعيد خلقي من جديد وأن تحييني كما أنشأتني الخلق الأولى ثم ترجعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقاتل فأقتل قال قد سبق القول مني قد قضيت أنهم إليها لا يرجعون أيها الأحباب لا يظنن أحد أن الشهيد يموت لا إن الله عز وجل أرغم الكفار إذا كان الكافر يريد أن يشل حركة المؤمن فالله سبحانه وتعالى جعل مسألتين اثنتين المسألة الأولى أن الله أحياه جكارا رغم أنف الكافر إن كنت يا كافر تريد أن تشل حركته وأن توقف حركة الإيمان فالله سبحانه وتعالى يعطيه حركة لا نهاية لها هذا نقيض قصد الكافر والأمر الآخر إن هناك سلسلة متصلة من الشهداء تؤدي إلى أمرين اثنين أولا حماية الحركة الإيمانية إلى قيام الساعة والأمر الثاني أن يجعل الناس يتحركون من بعدهم وهذا التحرك هو حماية للمنهج الرباني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولذلك كان للشهيد لا كما يقول الأخوة ست خصال فلقد راجعتها وكنت أسمع من الناس أن للشهيد ست خصال لا بل تسع خصال الخصلة الأولى أنه يغفر له من أول قطر دم الثانية يرى مقعده من الجنة الثالثة يلبس تاج الوقار اللؤلؤة الواحدة منه أفضل من كل ما تملك الدنيا وما عليها الأمر الرابع أنه ينجو من عذاب القبر جاء رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قلت لت فماذا قال قال له عليه الصلاة والسلام إنك تنجو من فتنة القبر وأما في الآخرة فيزوج بسنتين وتسعين حورية وأما أقاربه كما قال عليه الصلاة والسلام فيشفع لتسعين من أقاربه لا كما كنا نظن أنه يفشع لسبعين من أقاربه لا من كان يظن أن حركة الإسلام والإيمان وحركة الإيمان تقف هذا مخطئ ليس المسألة أن تتوقف حركتي وحركتك في الموت إن المسألة أن تستمر الحركة فيما بعدنا ولذلك من أجل هذا رغبنا الله سبحانه وتعالى بالشهادة وجعل الله سبحانه وتعالى أحياء يرزقون ومعنى كلمة أحياء يرزقون يستمر عملهم إلى ما لا نهاية وهذه لا يعرفه الكثير من الناس حينما نقول أحياء يرزقون يعني معنى ذلك أنهم يأكلون ويشربون بل أكثر من ذلك إن ثوابهم لا ينقطع أبدا كل أعمالهم تستمر إلى ما لا نهاية والأمر الأعظم من ذلك أنهم سنوا سنة حسنة كل من جاهد بعدهم يكتب في صحيفتهم لأنهم سبقوهم إلى قيام الساعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين استغفر الله الحمد لله حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والأعظيم السلطانك سبحانك اللهم لا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قد أشرق في نفس الفجر وتلألأ في عين البشر وهتاف النصر ينادي اليوم سماء المجد أنا بدر أنا يوم المجد بإسلامي أما للكفر أنا قبر فلترفع رأسك يا إسلام وأرغم أنفك يا كفر ورسول الله ينادي ألا مولا يبعث مددا إن تهلك طائفة الإيمان فلن تدعى ربي أبدا أفيهلك ربي دعوته فيضيع لواء الدين سدى لا لا يضيع لماء الدين سدى أفيهلك ربي دعوته ويضيع لماء الدين سدى فينادي الله ملائكه أن كونوا اليوم لهم سندى يا جند الله هلموا اليوم وكونوا في صف الشهداء اللهم اغفر لنا يا غفور وارحمنا يا رحيم وتقبل منا يا كريم اللهم ارحم شهدائنا اللهم اتقبل منا عجل بنصرك وفرجك يا رب العالمين اغفر لنا والإخوان المؤمنين الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك ربنا رؤوفا رحيم فرج همنا وكشف غمنا واستر عوراتنا وآمن رواتنا احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماينا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا وآمننا في أوطاننا ونصرنا على أعدائنا أقول كلمات أخيرة هي ما قالها شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله قال لقرامطة النصيريين الحشاشين قال لهم إن قتلتموني فقتلي شهادة وإن نفيتموني فنفي سياحة وإن سجنتموني فسجني خلوة مع الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة أن الصلاة تنهى على الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والحمد لله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين